مرحبا، فيه كمية دولارات غير مسبوقة دخلت على لبنان خلال الأيام الماضية هذا التصريح لرئيس الحكومة ناجيب ميقاتي خلال مقابلته على تليفزيون لبنان يوم الأربعة أربعة أيار ميقاتي عم يقصد الدولارات يلي وصلت للأحزاب والقوى السياسية الموالية ويلي بتقدمها لإنها معارضة لتمويل حملاتهم الانتخابية ودفع الرشاوة للناخبين تنضم في هيدا المبالغ، الكميات الكبيرة بالدولار، على الدولارات يلي ما وقفت تدخل على البلد حتى بيعز الإنهيار أكان الأموال لجمعيات غير الحكومية وكل شي بينقال عنه مساعدات للدولة والمصاري دولارات يعني يلي عم تجي لموظفي السفرات والمؤسسات الدولية للأفراد يلي بيشتغلوا لصالح مؤسسات أجنبية، تحويلات المختربين على البلد، ميزانية حزب الله، ميزانية الأحزاب الثانية بس إذا بدنا نرجع لتصريح نجيب ميقاتي بأنه فات دولارات كتير على لبنان بالأيام الماضية ومنقرنا بسعر الصرف يلي عم يتحرك من أسبوعين تقريبا ضمن هامش 26 ألف و27 ألف ليرة لكل دولار ومنشوف ارتفاع أسعار معظم المنتجات والخدمات، مفترض أنه هيدا الشي خلينا ندق جرس الإنذار ونسأل حالنا طيب إذا فيها الأدت دولارات عم تتحرك بالسوق ورغم هيك المؤشرات المالية والنقدية والوضع الاقتصادي لمزيد من الانحدار فكيف رح يكون الوضع من بعد ما تخلص الانتخابات ويبطل فيه أموال انتخابية عم بتفوت على البلد؟ الأرجح أنه بعد فترة وبحسب ما بينقل كمان عن أعضاء بفريق عمل ميقاتي أنه تنهار الليرة أكتر ويرتفع سعر صرف الدولار هيدا الشي عم بيصير من دون أي إجراءات لمواجهته ومن دون إكرار خطة الحكومة ووضع أي اتفاقية مع صندوق النقد يلي هي ملنا ضرورة إنها تكون إنقاذية ولكن السلطة السياسية عم بتقدمها كما لو إنها لحل الإنقاذ الوحيد بالبلد إذا بسنتين ونص تسبب حاكم مصر في لبنان رياض سلامة بطواطئ وتخطية من المسؤولين السياسيين بخسارة حوالي العشرين مليار دولار فقديش بعد عنا وقت قبل ما يخلصوا التوظيفات الإلزامية بمصر في لبنان أو يلي بيسموها احتياطات بالعملات الأجنبية وهي صارت اليوم عم تقدر بإنما دون العشرة مليار دولار كيف رح يقدر مجلس النواب إنه يواجه هيدا الواقع إذا بالمرحلة الماضية منع إكرار كل القوانين الضرورية لكبح الإنهيار وأهم الكابتال كونترول وبما إنه حكومة ناجيب ميقاتي قررت تقطع الكهرباء عن السكان ما تطبق خطة النقل ما تعالج أزمة المصارف ومصرف لبنان ما تنحل قصة البطاقة التمويلية ولا تندفع المبالغ يلي لازم تندفع لموظفي الكطاع العام والزودة للكطاع الخاص ما تصدر المراسيم التطبيقية المتعلقة بأنون المنافسة ومنع الاحتكار ما تلاقي حل لأزمة انقطاع الدواء وغيرها من الإجراءات يليكن لازم تتخذ مش من اليوم بل من سنتين ونص وبعد السلطة السياسية والمالية عم تمنعها إذا هيدا هو الواقع قبل الانتخابات فقديش رح تتأزم الأمور بالبلد بعد 15 أيار وشو مشروع المرشحين للانتخابات أو خطتهم لمواجهة المرحلة الجديدة يلي كل المؤشرات بتقول إنها رح تكون أكثر مأساوية من يلي نحنا كل شي شهدنا بها سنتين ونص الماضين مش عانيلوا للموضوع ايه؟ شي كتير غريب إنه هوا المرشحين على الانتخابات كلهم مش عانيلوا للموضوع الاقتصادي بهالبساطة مش عانيلوا إنه في انهيار وأزمة ومش معتبرين إنه الموضوع الاقتصادي أساسي بعملية جذب الناخبين لا يصوتولون بل بنيوا حملة انتخابية على أساس خطاب شد العصب المذهبة والطائفة والسياسة واستغلال الانهيار ليشتروا الأصوات بقيمة متدنية لأنه اليوم صارت الميتان دولار والثلاثمية دولار تساوي أكتر بكتير من ما كانوا قبل لمسلاً يدفعوا للعيلة ألف دولار سياسيين المعارضين لفريق 8 أدار والتيار الوطن الحر مع أتباع الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الخليجية والأشخاص يلي اكتشفوا نفسهم فجأة أنه هن معارضة للسلطة ويلي منتفضين على القوات أو الكتائب أو 14 أدار بس لأن ما طلع لهم مقعد عندهم وصاروا اليوم مجموعات الثورة هودة كلهم عندهم سردية واحدة للانتخابات مواجهة سلاح حزب الله والشي اللي بيسموه الاحتلال الإيراني على لبنان وبيجاهروا علناً أنه هدفهم بالمناطق يلي مصنفة أنه هي مسيحية اسقاط جبران باسيل كهدف أول ومن بعده سليمان فرنجية قال بهيد الطريقة هن بيحرموا حزب الله من الغطى المسيحي هيدا اسمه نفاق لأنه مش شطارة يكتروا سلخين بنهاية عهده لميشيل عون من بعد ما كتار من هودة الشخصيات المستقلة مثل ميشيل معوط وميشيل الظاهر ونعمة فرام أمنوا أصوات وغطى وشرعية لعهد ميشيل عون ببدايته رغم أنه كان كل الوقت متحالف مع حزب الله اليوم اكتشفوا أنه فيه تحالف بين التيار الوطن الحر وحزب الله واليوم اكتشفوا مثل ما هن بيقولوا أنه فيه شبهات فساد حول جبران باسيل بس هن اليوم جزء من مشروع دول إقليمة هدفوا العلنة إضعاف المقاومة عبر خلافاءة بخبرون يخبينون أنه وجود المقاومة وتمثيل حزب الله داخل الحكم أدى للإنهيار بس ما بيخبرون إذا هن ربحوا وخلصوا من الاحتلال الإيراني ومن سلاح حزب الله كيف بدون يبنوها لهيدا الدولة غير بأنه قوم لقعد محلك ونفس الشيء الكوية اللي بتقول عن حالة إنها تغييرية ما عنده خطاب تتخبى وراه غير مواجهة حزب الله تسألون شو مشروعك للدولة بيرده بعنوين فتفاضة هي عبارة عن موضوع إنشاء للمدرسة مكافحة فساد، سيادة واستقلال، رد الهيبة والقرار الحر، استعادة أموال الموضعين، طرد إيران طبعاً إنه هن ما بيعتبروا مواضيع مثل ترسيم الحدود البحرية، تطبيع مع العدو، العقوبات الأمريكية، تضييق العربة على لبنان، مواضيع شائكة لازم كمان إنه يكون عندهم موقف منا بالمقابل وضع فريق 8 أدار والتيار الوطن الحر مش أفضل نجروا لموقع الدفاع عن النفس عبر استخدام كمان خطاب شد العصب للدفاع عن وجودهم وفيه الجزء الثاني من فريق 8 أدار والتيار العونة يلي مش عيني لهم أصلاً الموضوع الاقتصادي يا إما عن عدم إدراك لأهميته أو لأنه جزء من منظومة حزب المصرف يلي منعت اتخاذ أي إجراء نواب ومرشحين بمرقب لقاءات أو احتفالات حكي عن الوضع الاقتصادي هيك عرضياً بس ما عم بيكون حقيقةً هاجس لو قوى السياسية على أنواعه بيحكوا عن كل شيء إلا عن كيف بدنا نطلع من هذه الجورة بانتخابات يفترض إنها تكون انتخابات لإنهيار منلقي كل القوى السياسية من دون أي استثناء أكانت ممثلة بالسلطة أم من خارج السلطة ومعظم المجموعات التغييرية تغييرية بين مزدوجان مغيب الملف الاقتصادي والمالي والنقدة عن خطابة الانتخابة والمرشحين على الانتخابات النيابية بسنة 2022 عم يتصرفوا كما لو إنها عم بتصير سنة 2018 لا في إنهيار للعملة ولا إفلاس للمصارف ولا فكر مطقع تخطى نسبة لـ 80% بحسب أرقام الأسكوا ولا كأنه حاكم المصرف المركزي متهم ومشتبه به ولا في دولارات عم تتهرب من البلد ومجموعة من الناس عم تختنى على حساب عامة الشعب ولا كأنه المصارف نهبت الودايع وعم تحجز رواتب الناس ولا كأنه انهارت مؤسسات عامة والكهرباء رح تنقطع نهائياً وفاتورة البنزين صارت خيالية بغياب نقل عام الدواء عم بينقطع وإذا نوجد فبأسعار مرتفعة وبعد الانتخابات رح يغلوا كماناً فاتورة الاتصالات تغييب هيدا الشئ عن الخطاب عم بيصير يا أما بشكل متعمد لأنه هن حلفاء المصارف أو مرشحين باسم المصارف أو بيقضدوا من المصارف ليمولوا حملتهم الانتخابية ولأنه موقف مؤيد لبيع أصول الدولة وأملاك عامة الناس لإنقاذ أصحاب المصارف وكم واحد اختنوا على حساب كل المجتمع ولأنه نضد خطة إنقاذ مالي ونقدة واقتصادة بتعيد بناء اقتصاد حقيقي لأنه نهن المحتكرين وأصحاب الوكالات الحصرية والمتاجرة بالدواء وبالميزوت وبالبنزين أو إما التغييب عم بيكون عن جهل بهيد المسائل وعن جد بأداش هي مهمة واعتبارهم إنه مش بيع عند الناس وما بتأمل لهم أصوات فخلونا بس نحكي إذا فلان مجرم وفلان تريخه شو هو وفلان حليف مين ونسوق أكاذيب للناس عن وجود احتلال وعن ما بعرف شو عم بيصير بالبلد بدون ما نحكي عن الوضع الاقتصادي ما بيقدروا يخلوا الناس تصوت لهم إلا بيشد العصب بالسياسة يمكن الفريق الوحيد للأمانة يلي عم بيقارب المسألة الاقتصادية بوضوح أكان على وسائل التواصل الاجتماعي أم بالخطاب واللقاءات إن جماعة حركة مواطنون مواطنات بدولة والمتحلفين معن الأخطر من أداء المرشحين هو تصرف الناس ناس الله يساعده صح؟ الزروف يلي عايشين فيها بالبلد من سنتين ونص والأحباط من كل شي بيبرر للناس كتير تصرفات بتبطل تلومة لما تشوف مين عم بيدير البلد كيف عم يتصرفوا؟ ولكن كمان ما في ضغط شعبي بالموضوع الاقتصادي إذا في عالم عم تحكي عن عم تسأل عن هيدا المواضيع فهو محصور بس بجزئية إذا رح تنرد الودايع أو لا أبعد من هيدا الدائرة يلي هي كتير مهمة كتير مهم أنه الواحد يكون همه جنى عمره ومصرياته يلي حتى بالبانك رح يرجع يخدها؟ ولا لا بقيمتها؟ ولا لا بالدولار؟ ولا باللبنانة؟ بس ما في ولا سؤال؟ ولا محاسبة؟ ولا شي بأي موضوع تاني كل واحد همه يخلص حاله كرمل هيك عم بيكون للمال الانتخابي تأثير كتير كبير بخبره مرشحين بالدواير كيف في عالم ما كانت تقبض قبل بس صارت هلأ عم تطلب مصاري لتروح تنتخب قديش عم بيكون في دفع بالدولار لفراش وبالليرة اللبنانية لأنه فيه مرشحين بفضله يصرفوا الدولار ويدفعوا بالليرة يجبين أنه عم بيعتوا كدسة أكبر للناخب بنفس الوقت فيه كتير مصاري عم تنكب البلد بيبين هيدا الشي بينامط حياة جزء من المجتمع اللبناني او كان بالسهر او كان بالتنقلات بكل المواضيع التاني بالاستهلاك بالإطار نفسه كمانا غالب الموضوع الاقتصادي عن معظم وسائل الأعلام إذا مش كله صح بدنا نقسم بوسائل الأعلام أنه هيدا موسم للتلفزيونات الرئيسية بالبلد لتقبض مصاري من المرشحين لأنه حولوا الانتخابات لبزنس أما وسائل الأعلام التانية من صحف وإزاعات ومواقع فنسيت بأغلبة أنه فيه قطاعات انتاجية وفيه مصارف وفيه نائبات وفيه إجراءات بعدها عم تتخذ وما حدا عم يحكي عنا أو قليل كتير اللي عم يحكي عنا ونجرت لمطرح مبادة الأحزاب والمجموعات وحتى لما عم بتم تخطية الأخبار الانتخابية فعم بتم تغييب الموضوع الاقتصادي طيب بس شو الموقف من صندوق النقد الدولي والاتفاق معه كيف بدنا نخلص من دولرة الاقتصاد وانإعكاس هيدا الشيء المميت على يوميات السكان كيف بدنا نوحد أسعار الصرف وأي نظام صرف رح يعتمد وبالتالي شو نوع الاقتصاد يلي نحنا بدنا إياه أي قطاع مصرفة رح يتم تشكيله هل رح يتم إنشاء مصارف جديدة وكيف بدأ ترجع المصارف تمارس دورة بالاقتصاد شو النظام الضريبة يلي الدولة بيحاجة لقلو كيف رح يتم التعامل مع موضوع حاكمية مصرف لبنان كيف بدأ تنجيب الكهرباء ويتم تخطي الحصار الأمريكي غير المباشر المفروض عبر أنون كيصر يلي منعنا نجيب غاز وكهرباء من الأردن ومصر عبر سوريا أي متى رح تنقر خطة النقل العام هيدا أسئلة كل يوم كل مرشح لازم يجاوب عليها في مجموعة رح تستلم مصير بلد بعد 15 أيار شو برنمجة؟ كيف بدأ تدير البلد؟ طريقة إدارة الانتقابات مفاجأة ومستغربة ومؤشر سيء جدا لأنه يلي نطرنا أسوأ من يلي ما رأنا فيه ترجمة نانسي قنقر